نشوف بقى وخلينا نبدأ بأخبار طبعا للأهلي قرر الجهاز الفني بقيادة فيتسو موسيماني بد فترة الراحة اللي حصل الفريق عليها لمدة أربع أيام يعني يوم كان مفروض يومين بقوا أربع أيام إضافية على أن يعود الفريق طبعا أنه هو يستقنف تدريبات يوم السبت اللي جاي الجهاز الفني بيبدأ طبعا الاستعداد لمباراة نهائي بطولة أفريقيا طبعا زي ما حضراتكم عارفين اللي تأجلت اليوم 27 نوفمبر دلوقتي اللي احنا فيه وكان الجهاز الفني منح طبعا لعيب الفريق زي ما قلت لحضراتكم راحة لمدة يومين بعد مباراة تلاقي الجيش في غتام بطولة الدوري بس مد فترة الراحة دي لأربع أيام إضافية يمكن دلوقتي زي ما كنا منتكلم على جماهير الأهلي وبتفكر إزاي ولكن شايفين برضو من ناحية دي أنه في شوية قلق من فكرة التأجيل أو الجمهور ما كانش قوي مع فكرة التأجيل وشايفين أنه العيبة كلها جاهزة أو معظمها الفرقة كانت بتأدي أداء كويس قوي في مباراة الزهاب ومباراة القياب مع الودات فكانوا شايفين أنه ده أحسن وقت أن نلعب في مباراة النهائي دوري أبطال أفريقيا ولكن يعني بنطمن حضراتكم يعني مهما كان مدينا الحد أو أجلنا الحد 27 نوفمبر لا إحنا برضو جاهزين الفرقة مركزة جدا التدريبات هيكون فيها كامل التركيز ممكن يكون فيه إيجابيات أنه اللعيبة برضو اللي محتاجات ترجع إحنا عندنا لعيبة برضو مصابين محتاجين يرجعوا ديما الإيجابيات إنت شايف الموضوع أكتر يعني يعني حسابات كورة لو بتتكلمي كورة أنا كنت شايف أنه لو كنا لعبنا النهائي يوم 6 كتل بطولة إن شاء الله بنسبة 90% في الأهلي الفرقة كانت فايقة جدا حالة اللياقة البدنية والذينية طبعا طبعا خدي بالك فيه إيجابيات أنا يعني من ساعة التوقف بسبب كورونا الفترة اللي احنا فيها هذه الوقت تعتبر أكبر أو أطول فترة التوقف لللعيبة حصل عليها طول الموسم وبالتالي خدي بالك اللعيبة كانت مجهدة جدا الفرقة كانت بتعاني فرصة لالتقاط الأنفاس فرصة لتجهيز المصابين فرصة لرفع مستوى اللعيبة اللي دخلت في الفترة أخيرة في القائمة الأساسي الفرقة فهي فيها بالتأكيد إجابات كتيرة جدا وفيه ظني يعني إذا قدر الجهاز الفني لنادي الأهلي إنه يحافظ على نفس حالة التركيز وعلى نفس مستوى اللي أقل بدنية والفنية والذينية لعيبة النادي الأهلي فالمشوار إن شاء الله للتتويج إن شاء الله بإذن الله يكون مفروش بالورود أكتر كلمة أكتر كلمة لعيبة النادي الأهلي بتسمحها لأنه دي أكتر كلمة أنا بسمحها طول النهار يعني طول ما بقابل الأهلوية لا بسمعش غير كلمة التسعة فأنا متأكد أنه لعبة النادي الأهلي مش عيشة غير في كلمة التسعة اللي بحوطوهم في كل شيء وده إن شاء الله يترجم في الملعب وننهي موسم صعب وشق بالتتويج ببطولة أفريقيا